الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محي الموتى بعدما أحيى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال كلام المؤلث رحمه الله تعالى ماضيا في تقرير ما يتعلق بالإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته والإيمان بأسماء الرب جل وعلا وصفاته هو من الإيمان به لأن الإيمان بالله جل وعلا يقوم على أركان ثلاثة وهي الإيمان بوحدانيته عز وجل في ربوبيته وحدانيته سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وحدانيته جل وعلا في ألوهيته فالإيمان بالأسماء وصفات داخل في الإيمان بالله وهو ركن من أركان الإيمان بالله بمعنى أن من لم يؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى والله عز وجل ذكر في القرآن أسماء له جل وعلا وصفات وكذلكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله ذكر في سنته وأحاديثه صلى الله عليه وسلم من أسماء الرب الحسنى وصفاته وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فوجب على كل مسلم أن يؤمن بكل أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة ولا يتجاوز القرآن والحديث ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث والمؤلث رحمه الله تعالى ماضيا في تقرير هذا الأصل بذكر ما يتعلق به من تفاصيل وتقريرات مضمنا ما يذكره رحمه الله تعالى الرد على بعض المبطلة في هذا الباب العظيم أو في أقوالهم المخالفة في هذا الباب العظيم أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والرد على أهل الباطل فيما يقررونه من باطل في أسماء الله وصفاته أو أي باب من أبواب الدين ينبغي أن يلحظ فيه قاعدة أهل السنة وأصولهم في تقرير الحق بدلائله وشواهده الماضحات من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن من لم يفعل ذلك يخشى عليه أن يرد على باطل بباطل أو على مخالفة بمخالفة قد ينقض الباطل لكنه يقع في خطأ آخر أو في مخالفة أخرى قد تكون دون المخالفة التي رد عليها أو قد تكون أشد ولهذا ينبغي ملاحظة هذا الجانب والعناية الدقيقة به بحيث إذا رد الباطل لا تضيع الأصول إذا رد الباطل لا تضيع الأصول والقواعد وما دلت عليه شواهد الشرع ودلائل الكتاب والسنة وقد نشأت بدعة خطيرة للغاية وظلالة عظيمة نشأت في وقت مبكر على يد فرقة ضالة يقال لها الجهمية ولهذه الفرقة مقالاتها وظلالاتها وأباطيلها وقد رد عليهم أئمة السلف رحمهم الله ردودا وافية نقضوا فيها شبه هؤلاء وأباطيلهم وتقريراتهم الفاسدة في هذا الباب وكان من قول هؤلاء وباطل هؤلاء فيما يتعلق بأسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته أن الله عز وجل لم يتسمى بالأسماء ولم يتصف بالصفات إلا بعد أن وجدت بزعمهم آثارها إلا بعد أن وجدت بزعمهم آثار تلك الصفات فمثلا اسم الخالق لم يكن اسما له تنزه وتقدس عن قول هؤلاء الظالمين المعتدين علوا كبيرا لم يكن اسما له ولم يكن الخلق صفة له حتى خلق فاستفاد من خلقه هذا الاسم ولهذا يزعمون أن الأسماء اسماء الرب مخلوقة تبعا للمخلوقات التي خلقها وأوجدها فلم يتسمى بالأسماء ولم يتصف بالصفات إلا بعد أن وجدت آثارها فبعد أن خلق سمي خالقا بعد أن أوجد وبرأ سمي بارئا وربا قادرا وهكذا في بقية اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وهذه ضلالة وباطل وقول عظيم في حق الرب سبحانه وتعالى جهد لأزلية الرب عز وجل بصفاته ونعوت جلاله وكماله سبحانه وتعالى فهو عز وجل بصفاته الأول الذي ليس قبله شيء ولم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال ومقالة هؤلاء فيها من إضافة النقص لله سبحانه وتعالى ما لا يخفى أن يقال أنه لم يكن خالقا إلا بعد أن خلق لم يكن رازقا إلا بعد الرزق وهكذا هذا من أعظم القول الباطل في حق الرب سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله تعالى يرد على هذا الباطل يرد على باطل الجهمية وضلالة الجهمية فيقول رحمه الله ما زال بصفاته قديما ما زال بصفاته قديما والباء هنا للمصاحبة الباء للمصاحبة ما زال بصفاته قديما فالله أز وجل ما زال ولا يزال في الأزل وفيما لم يزال متصفا بالصفات جل وعلا متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال قال ما زال بصفاته قديما أي ليس كما يزعم هؤلاء أنه اكتسب اسم الخالق بعد الخلق والرب بعد إيجاد المربوب والرازق بعد الرزق وهكذا بل ما زال بصفاته قديما ما زال بصفاته قديما أي أن صفات الله سبحانه وتعالى ملازمة له في الأزل فهو أول جل وعلا بصفاته ليس قبله شيء لا على ما يقوله ظلال الجهمية ومن لف لفهم وسار مسارهم فيرد على هذا الباطل يقول ما زال بصفاته قديما قبل خلقه قبل خلقه أي قبل إيجاده للمخلوقات وبرئه للكائنات فولا لم يزل سبحانه وتعالى بصفاته قديما وعرفنا أيضا سابقا ما في التعبير بالقديم من مأخذ لأن القدم قد يطلق بل في غالب أطلاقه على القدم النسلي أي قديم بالنسبة لما قبله ولهذا اسم الله تبارك وتعالى الأول اسم الله الأول لا إشكال فيه لأنه يدل على أزلية الله سبحانه وتعالى وأن وأنه تبارك وتعالى ليس قبله شيء كما جاء تفسير ذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء أما القدم فيطلق على القدم النسبي ويطلق أيضا على القدم المطلق ولهذا ولهذا مر معنا أن المصنف رحمه الله قال قديم بلا ابتداء لأن من القدم ما له ابتداء من القدم ما له ابتداء مثل ما في الآية التي سبق الإشارة إليها حتى عاد كالعرجون القديم القدم هنا له ابتداء لكنه بالنسبة لغيره اعتبر قديم وهكذا الجديد إذا جاء بعده جديد آخر يكون بالنسبة لغيره قديما وهكذا ولهذا احتاج فيما سبق أن يقول بلا ابتداء لأن القدم منه قدم نسبي وقدم مطلق وإذا أخبر عن الله سبحانه وتعالى بالقدم إذا أخبر عن الله بالقدم فلا محذور به إذا قصد القدم المطلق على أنه يكون إطلاقه على الله ليس من باب الأسماء أو الصفات وإنما من باب الإخبار وقد نبى على ذلكم شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنث رحمه الله تعالى قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يزدد بكونهم شيئا كونهم أي وجودهم وخلقهم والله سبحانه وتعالى أوجد الكائنات وخلق المخلوقات بعد أن لم تكن بعد أن لم تكن قال تعالى في خلق الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقل هذا في كل مخلوق قل هذا في كل مخلوق كل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده جل وعلا لم يكن قبل خلق الله له شيئا مذكورا فخلق سبحانه وتعالى المخلوقات خلق المخلوقات وأوجد الكائنات ولم يزدد بخلقه لها وإيجاده لها صفة لم يكن سبحانه وتعالى متصفا بها لم يزدد بذلك صفة لم يكن متصفا بها تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لأن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات من كماله وجلاله وعظمته فإذا قيل إنه بخلق المخلوقات اكتسب صفة لم يكن متصفا بها معنى ذلك أنه قبل ذلك كان ناقصا تنزه الله وتقدس عن قول الظالمين المعتدين علوا كبيرا فإذا وجود هذه المخلوقات لم يزد الله عز وجل وصفا لم يكن متصفا به أو ناعة لم يكن جل وعلا متصفا به فالله أعظم أجل تبارك وتعالى قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته لم يزدد بكونهم أي بخلقهم وإيجادهم شيئا لم يكن من صفته لم يكن من صفته أي لم يكن من صفة الرب ثم اكتسبه بعد خلق المخلوقات أو بعد إيجاد الكائنات هذا لا لا يقوله من عرف الله سبحانه وتعالى بل ربنا جل وعز لم يزل بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية لم يزل ولا يزال متصفا بالصفات بنوعها الذاتية والفعلية والذاتية لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمسيئة والفعلية هي الصفات التي لها تعلق بالمسيئة والصفة الفعلية الله سبحانه وتعالى متصف بها في الأزل وفيما لم يزل وأحدها تتجدد أحدها تتجدد يعني الله سبحانه وتعالى لا يزال متصبا بصفات الأفعال لا يقال إنه لم يكن متصفا بها ثم اتصبا لم يزال ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى لكن أحد وتتجدد يعني مثلا الكلام الله أز وجل لم يزال ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء لكن أحد الكلام تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن وهكذا قل في صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية عموما فالله عز وجل لم يزال ولا يزال فعالا لما يريد لم يزال ولا يزال فعالا لما يريد كما قال تبارك وتعالى كذلك يفعل الله ما يشاء فعال لما يريد فالله جل وعلا لم يزال ولا يزال متصفا بذلك أحد هذه الصفات الفعلية متجددة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غضب اليوم لم يغضب قبله مثله ليس معنى هذا أنه ليس متصفا ب فعل ثم صار متصفا به بل هو جل وعلا لم يزال ولا يزال متصفا بصفاته وأحد صفاته جل وعلا متجددا وإلا فالرب جل وعلا لم يزال ولا يزال فعالا لما يريد حاشا أن يقال في حقه إنه معطل عن صفة ما ثم صار متصفا بها بعد أن لم يكن إذن من عقيدتنا في ربنا أن نعتقد ما دل عليه كلامه سبحانه أنه لم يزال ولا يزال فعالا لما يريد لم يزال يفعل ما يشاء يقول ما يشاء يتكلم بما شاء ليس في وقت من الأوقات معطلا عن شيء من الصفات لا الذاتية ولا الفعلية سبحانه وتعالى قال لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما أنه كان بصفته أزليا كذلك لا يزال بها أبديا كما أنه بصفته أزليا يعني كما وضح قبل قليل فكذلك لا يزال بها أبديا إذن معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى متصفا بصفاته في الأزل وفيما لم يزل كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء أول بالصفاته جل وعلا صفاته ملازمة له متصف بها سبحانه وتعالى في الأزل وفيما لم يزل جل وعلا قال وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال بصفاته أبديا كذلك لا يزال بصفاته أبديا فهو عز وجل متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال ولا يقال في حقه إنه معطل عن شيء من صفاته لا في الأزل ولا فيما لم يزل قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البريات استفاد اسم الباري مراده الرد على الجهمية وأضرابهم الزاعمين أن الله سبحانه وتعالى إنما اتصف بهذه الصفات وتسمى بهذه الأسماء بعد خلقه الخلق وإيجاده المخلوقات أي أنه لم يكن خالقا فخلق فسمي خالقا لخلقه الخلق وهكذا في سائر أسمائه تبارك وتعالى وعرفنا ما في هذا الكلام من افتراء على الله سبحانه وتعالى وقول عظيم باطل في حقه عز وجل فهو هنا يرد على هؤلاء مقالتهم يقول ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق له معنى الربوبية ولا مربوب وله معنى الخالق ولا مخلوق عرفنا أن مقالة الجامية الباطلة في هذا الباب زعمهم أن اكتساب الرب لهذا الاسم وهذا الوصف بعد ظهور الآثار بعد ظهور الآثار ووجود الآثار اكتسب هذه الأسماء والمؤلفون يرد على هؤلاء باطلهم فيقول ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري استفاد اسم الباري قال ذلكم ردا على هؤلاء باطلهم في زعمهم أنه إنما تسمى بهذه الأسماء والتصف بهذه الصفات لما وجدت آثارها رد عليهم لكن ما نوع رده الآن رد عليهم لكن ما نوع رده على هؤلاء قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري رد عليهم بأن الله عز وجل خالقا خالقا ولا خلق ورازقا ولا رزق فلما ظهرت آثار هذه المخلوقات لم يزدد بظهورها ماذا؟ لم يزدد بظهورها اسما لم يكن له أو صفة لم تكن له خالقا ولا خلق رازقا ولا رزق فاعلا ولا فعل هذا محص القولة ولهذا الامام ابن بالعز الحنفي رحمه الله تعالى بيّن ما في هذا الكلام من خطأ وما فيه من مخالفة لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد لم يزل خالقا لم يزل فعالا لم يزل رازقا لم يزل منعما لم يزل متفضلا كل مخلوق له بداية كل مخلوق له بداية وقبل أن يخلق لم يكن شيئا مذكورا لكن الرب العظيم لا يقال إنه سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل وقتا ثم صار فاعلا معطلا عن الرزق لنعام الإكرام الإحسان إلى غير ذلك ثم صار فاعلا لذلك فنبه المصنف الإمام بن أبن العز ما في هذا القول من خطأ ومخالفة لماذا؟ لأن معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان معطلا عن الفعل وقتا كان معطلا عن الفعل وقتا ثم صار فاعلا بينما الاعتقاد الحق هو ما دل عليه القرآن فعال لما يريد كذلك يفعل الله ما يشاء أي لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى نعتقد أن كل مخلوق له بداية ووجد بعد أن لم يكن لكننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا لم يزل فعالا لما يريد لم يزل منعما لم يزل رزاقا لم يزل معطيا لم يزل متفضلا لم يزل محسنا لا يقال إنه معطل عن هذه الأفعال وقتا ما ثم صار فعالا ثم صار رزاقا ثم صار منعما أي بالفعل فهذا لا يقال في حق الله سبحانه وتعالى لأنه يتنافى مع قول ربنا جل شأنه فعال لما يريد قال له معنى الرببية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق قال وكما أنه محي الموتى وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم قبل إحيائهم أي ليس بإحيائه للأموات استفاد هذا الاسم واستفاد هذا الوصف بل هو تبارك وتعالى لم يزل متصفا بصفاته سبحانه وتعالى لكن يجب أن يتنبى في هذا الباب إلى عقيدة العقيدة العقيدة التي دل عليها كتاب الله وهي أن الله فعال لما يريد لم يزل ولا يزل فإذا أردنا رد باطل الجامية نرده مع محافظة المحافظة على أصول الاعتقاد وقواعده التي يدل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه قال كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم والقول في هذا كما مضى تقرير ذلك وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب فيها أن الله سبحانه وتعالى لم يزل سبحانه متصفا بصفاته الذاتية والفعلية جل وعلا ولم يزل فعالا لما يريد يخلق ويرزق وينعم ويعطي ويحسن ويتكرم ويرحم ويغفر إلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بها لا يقال إنها كانت مجرد أسماء لا يقال إنها كانت مجرد أسماء بلا أفعال بلا حقائق ثم فعل كما هو ظاهر هذا الكلام الذي أشرت إلى انتقاد ابن أبو العز رحمه الله له يعني أنه معطل عن الفعل في وقت ما ثم صار فاعلا بل الواجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزل فعالا لما يريد وفي هذه المسألة التفاصيل ودقائق وتشعبات جرها علم الكلام الباطل وأهل العلم من أهل السنة احتاجوا في بعض المواضع وفي بعض الكتب والتصانيف إلى مناقشة تلك الأقوال لبيان ما فيها من باطل وما فيها من زيف وتقرير الحق بدليلة لكن يكفي المسلم في هذا الباب أن يعتقد ما دل عليه قول ربنا عز وجل فعال لما يريد قال ثم ختم رحمه الله تعالى بقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير ذلك بأنه على كل شيء قدير وهذا من أوصاف الرب سبحانه وتعالى أن قدرة الله عز وجل شملت كل شيء فهو على كل شيء قدير لا يعجزه عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء قدرته شاملة ومشيئته نافذة قدرته تبارك وتعالى شاملة ساملة لكل شيء الله عز وجل على كل شيء قدير لا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون عطاؤه كلام ومنعه كلام فوجل على كل شيء قدير وهذه العقيدة اعتقاد أن الله على كل شيء قدير هذه عقيدة عظيمة جدا وإذا كانت حاضرة في قلب العبد مؤمنا بها راسخا إيمانه بها أورثته وأثمرت فيه من تعظيم الله وإجلاله ومراقبته والقيام بحقوقه وعبادته سبحانه وتعالى والذل له والانكسار بين يديه والتوكل عليه وتمام الالتجاء إليه أمور عظيمة ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال العلماء بأنه على كل شيء قدير قال العلماء بأنه على كل شيء قدير هذا الإيمان بأنه على كل شيء قدير وإن كان في الجملة معلوما لكل مسلم إلا أن حقائق الإيمان به وتفاصيله ورسوخ في القلب وآثاره على العبد وثماره فيه يتفاوت فيه الناس ويتفاضل فيه الناس تفاضلا عظيما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء قال العلماء بأن الله على كل شيء قدير العلماء بأن الله على كل شيء قدير فالله عز وجل قدرته وسعت كل شيء وشملت كل شيء ولا يعجزه تبارك شيء في الأرض ولا في السماء ومشيئته تبارك وتعالى نافذة ومشيئته تبارك وتعالى نافذة ما شاء كان نفذ لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه فما يشاءه سبحانه وتعالى ينفذ ويقع طبقا لما شاء يقع طبقا لما شاء فكما أن قدرة الله عز وجل شاملة فإن مشيئته نافذة فإن مشيئته تبارك وتعالى نافذة قال ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير أي أنه سبحانه وتعالى الغني وغناه سبحانه وتعالى غنى ذاتي غني عن كل مخلوقاته ومخلوقات كلها فقيرة وفقرها ذاتي فقيرة إلى موجدها وخالقها وربها وسيدها ومولاها لا غنى لها عنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا عبادي يقول جل وعلا في الحديث القدسي كلكم جائع إلا من أطأمته كلكم عار إلا من كسوته كلكم ضال إلا من هديته فالمخلوقات فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى في بقائها في عافيتها في غذائها في شرابها في مصالحها في شؤونها في كل أمورها لا غنى لها عن الله سبحانه وتعالى كل شيء إليه فقير كل شيء جميع المخلوقات فقيرة إلى الله العرش أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها فقير إلى الله والله سبحانه وتعالى غني عن العرش وما دونه غني عن العرش وما دونه السماوات فقيرة إلى الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده فالله عز وجل هو الممسك للسماوات الممسك للعرش الممسك للأرض القيوم تبارك وتعالى القائم بنفسه المقيم لخلقه جل وعلا واسمه جل وعلا القيوم يدل على هذا المعنى يدل على أمرين على غناه جل وعلا وفقر المخلوقات إليه وفقر المخلوقات إليه فوغني فوقيوم أي قائم بنفسه غني عن من سواه وقيوم قائم بمخلوقاته فهي فقيرة إليه محتاجة إليه من كل وجه لا غنى لها عن طرف تعيد فكل شيء إلى الله سبحانه وتعالى فقير وإذا استحذر العبد افتقاره إلى الله عز وجل في كل أحواله وفي جميع شؤونه ذل بين يديه وخضعه ولم يلجى في حاجاته ورغباته وطلباته إلا إليه سبحانه وتعالى فولا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرف تعيد لا في هدايته ولا في حفظ قلبه ولا في حفظ عافيته ولا في جميع مصالحه لا غنى له عن ربه تبارك وتعالى طرف تعيد ولهذا نجد في الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يواضب عليها ويدعو للمواضبة عليها يظهر الفقر فقر العباد إلى الله سبحانه وتعالى واحتياجهم إليه الحاجة الدائمة المستمرة في كل شيء في حفظ الصحة في حفظ المال في حفظ الحياة في حفظ الدين في سلامة القلب إلى غير ذلكم لا غنى للعبد عن ربه تبارك وتعالى طرف تعيد فكل شيء فقير إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكل أمر عليه يسير وكل أمر عليه يسير لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي تعب قال جل وعلا ولا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرثه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض فكل شيء عليه تبارك وتعالى يسير زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فكل شيء عليه يسير كل شيء عليه يسير اقرأ ذلك في قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فكل شيء عليه يسير عطاؤه كلام ومنعه تبارك وتعالى كلام وأوامره سبحانه وتعالى نافذة وأقضيته ماضية وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو تبارك وتعالى كل شيء عليه يسير لا يعجزه شيء المخلوقات طوع تدبيره طوع تسخيره قدرته لها شاملة مشياته فيها نافذة قضاءه سبحانه وتعالى نافذ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل شيء على الله تبارك وتعالى يسير كل شيء على الله يسير وإذا آمن العبد بعظمة الله وكمال قدرة الله وكمال قوة الله وكمال رببية الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وما كان الله ليعجزه من شيء فلا يجزو شيء سبحانه وتعالى لا في الأرض ولا في السماء جل وعلا قال وكل أمر عليه يسير وكل أمر عليه يسير كما قال الله سبحانه وتعالى وذلك على الله يسير فكل شيء يسير على الله جل وعلا وأيضا تسير الأمور تسير الأمور بيده سبحانه وتعالى لا يتيسر أمر إلا بتيسيره لا يتيسر أمر إلا بتيسيره ولهذا صح في الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن الحزن الصعب وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا لا يمكن أن يتيسر أمر ويتسهل إلا إذا يسره الله وسهله فكل شيء على الله يسير إذا اعتقد المسلم أن كل شيء على الله يسير لا يتعاظم طلبا يطلبه من الله أو حاجة يسألها رب العالمين ولا يتعامل أيضا في أدعية مع الله سبحانه وتعالى بنوع من القنوط يعني بعض الناس يدعو وهو مصاب بشيء من القنوط فالله سبحانه وتعالى لا يتعظمه شيء لا يتعظمه شيء ولهذا جاء في الدعاء قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي انشئت لماذا؟ قال لأن الله لا مكرها له كل شيء عليه يسير لأن الله لا مكرها له كل شيء على الله يسير قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي انشئت اللهم ارحمني انشئت فإن الله لا مكرها له أي كل شيء على الله يسير لا يعجزه شيء إذا ماذا نصنع قال فليعظم فليعظم مسألته فليعظم الرغبة لا تتعظم شيئا أعظم الرغبة الرب سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء جل وعلا كل شيء على الله سبحانه وتعالى يسير وفي الدعوة التي نهى عنه عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي أنشئت في التنبيه أن دعاءك لله لا يكون رخوا لا يكون رخوا يعني حتى لو لم تقل إن شئت أيضا في قلبك لا يكون التجاؤك إلى الله سبحانه وتعالى وطلبك من الله سبحانه وتعالى رخوا بل أعظم الرغبة وربك سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وربك تبارك وتعالى لا يعجزه شيء وهو القائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هو جل وعلا كما وعد لا يرد من دعا ولا يخيب من ناجى سبحانه وتعالى فينبغي على المسلم أن تعظم ثقته بالله أن يعظم التجاؤه إلى الله أن تقوى رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى أن يقوى الحاحه على الله سبحانه وتعالى لأن كل شيء على الله يسير كل شيء على الله تبارك وتعالى يسير هذه العقيدة وهذا الإيمان كل ما قوي بئث القلب ورسخ في النفس عظمة الرغبة عظم الالتجاء عظم السؤال والطلب والإلحاح على الله سبحانه وتعالى زال عن القلوب ما قد تصاب به من قنوط أو يأس أو نحو ذلك قال وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى شيء هذا النفي فيه إثبات غنى الله النفي الأول كل أمر عليه يسير فيه كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال قوته سبحانه وتعالى فكل شيء عليه يسير وهنا يقول لا يحتاج إلى شيء فيه كمال غنى الله كمال غنى الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج من العباد طاعات ولا يحتاج عبادات ولا يحتاج أي شيء سبحانه وتعالى غني عن العباد وغني عن طاعاتهم وغني عن عباداتهم غني عن دعواتهم غني عن توباتهم غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء ولهذا قال في قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى العباد لا يحتاج إلى عباداتهم لا يحتاج إلى طاعاتهم يقول في الحديث القدسي نفسه حديث بذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فهو لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى شيء غني عن العباد وعن طاعات العباد ولا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصين من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ليست بهداية العبد ليست هداية العبد زائدة في ملك الله شيئا وليس أيضا عصيان العبد منقصا من ملك الله سبحانه وتعالى شيئا لأن الله لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج إلى شيء لكمال غنى لكمال غنى فهو الغني ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قول الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والله هو الغني الحميد إيا شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فوتبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء مما تثمره يثمره هذا الإيمان أن يألم أن أن يألم العبد أن طاعاته وعباداته طاعاته وعباداته إنما تنفع العبد نفسه إنما تنفع العبد نفسه فهو الذي ينتفع وهو الذي يرتفع بهذه الطاعات وقد مر معنا قول الله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فهذا يجعل العبد يقبل على الله سبحانه وتعالى بالعمل ولا يمن على الله جل وعلا بأمل لا يمن على الله بأمل بل لا يرى نفسه إلا مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى ولا يرى نفسه إلا محتاجا إلى الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى فإذا ما قام بطاعة انتفع بها ولم تزد طاعته ملك الله سبحانه وتعالى شيئا لكن الرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه مع كمال غناه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين وإنابة المنبين وإقبال المقبلين مع أن ذلك لا يزيد ملكه تبارك وتعالى شيئا وقد قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم أظل راحلة بفلاته عليها طعامه وشرابه حتى إذا أيس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت حتى إذا بينه وكذلك إذا بخطام ناقته عند رأسه فأمسك بخطام ناقة وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله سبحانه وتعالى مع كمال غنى يفرح بتوبة التائبين وتوبة من تاب لا تزيد ملك الله شيئا لأنه لا يحتاج إلى شيء لا يحتاج لا إلى توبة ولا إلى عبادة ولا إلى غير ذلك كل ذلك غني عنه فهذا مما يجعل العبد يدرك أن هذه العبادات وهذه الأعمال كلها قربات لله سبحانه وتعالى لا تزيد ملك الله شيئا لكن العبد كلما حصل منها منها واعتنى بها زاد رفعة وعلوا ومكانة وثوابا وأجرا ثم قال رحمه الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه آية كريمة آية كريمة تعد أصلا جامعا وقاعدة متينة في باب الأسماء والصفات بل إن هذه الآية بل إن هذه الآية جمعت في ما فيها من تأصيل وتقعيد ما ينبغي اعتقاده في صفات الرب سبحانه وتعالى وأيضا أبطلت كل باطل وفندت كل ظلال ولهذا يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب التفسير يقول عن هذه الآية العظيمة يقول أن فيها تعليما عظيما فيها تعليما عظيما يحل جميع الإشكالات ويجيب على جميع الأسئلة حول موضوع الأسم والصفات يقول إن هذه الآية إن في هذه الآية تعليما عظيما يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول موضوع الأسم والصفات وأيضا يقول رحمه الله تعالى فيها إضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبه ألبت وتأكيدا لما ذكره تجد في أبحاث أهل العلم رحمهم الله تجد في أبحاث أهل العلم رحمهم الله في كتب العقيدة التي تتعلق موضوع الأسم والصفات سواء في تقرير الحق أو في رد الباطل تجد دائما تذكر هذه الآية دائما تذكر هذه الآية يعني قل أن تجد مؤلفا في باب الأسماء والصفات قل أن تجد مؤلفا في باب الأسماء والصفات سواء في باب التأصيل والتقرير أو في باب الرد لشبهات المبطلة إلا وتجد ذكرا لهذه الآية إلا وتجد ذكرا لهذه الآية استشهادا بها واستدلالا عليها في مقام تأصيل الحق وفي مقام أيضا رد الباطل فهذا تأكيدا لما قاله رحمه الله تعالى من أن هذه الآية فيها حل لجميع الإشكالات وإجابة عن جميع الأسئلة في موضوع الأسماء والصفات يعني بحيث أن لا يطرح سؤال في باب الأسماء والصفات إلا ويمكن أن تستدل بهذه الآية في الجواب عليه ولا يمكن أيضا تثار شبهة في باب الأسماء والصفات إلا ويمكن أن تستدل بهذه الآية في رد مما يبين مكانة هذه الآية وعظم شأنها في هذا الباب باب الأسماء والصفات وقد جمعت هذه الآية بين النفي والإثبات تنزيها للرب تبارك وتعالى عن ما لا يليق به وإثباتا لأسماء الحسن وصفاته العظيمة فقوله ليس كمثله شيء رد على من يمثل صفات الله بصفات المخلوقين وقوله وهو السميع البصير رد على من يعطل صفات الله تبارك وتعالى فينفيها ويجحدها وفيها تقرير للحق وبيان للمعتقد الصواب وهو الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على هد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية وفي هذا بيان بي أن إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى لا يستلزم التمثيل وإنما التمثيل أن يقول القائل يد الله كأيدينا سمعه كسمعنا بصره كبصرنا هذا هو التمثيل والتمثيل كفر بالله التمثيل كفر بالله سبحانه وتعالى فالله ليس كمثله شيء له أسماؤه جل وعلا وله صفاته سبحانه وتعالى وليس لله سبحانه وتعالى مثيل في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية لم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير تقدس وتنزه سبحانه وتعالى عن ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية العظيمة المباركة كثيرة فوائدها كثيرة فوائدها ومتعددة ما تدل عليه هذه الآية من دلالات وما تجتمل عليه من معاني وإفادات في باب الأسماء والصفات ففيها كما سبق رد على الممثلة وفيها رد على المعطلة وفيها إثبات السميع اسما لله والسمع صفة له والبصير اسما لله والبصر صفة له تبارك وتعالى وفيها رد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى واحد وهو العلم فالله تبارك وتعالى ذكر السمع وذكر البصر عطف أحدهما على الآخر وفيها بيان لقاعدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات وهي الجمع بين النفي والإثبات وكذلك فيها بيان لقاعدتهم كذلك فيها بيان لقاعدة أهل السنة وهي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات وهذا أبلغ ما يكون في الكمال نفي مجمل وإثبات مفصل وفي الآية قال ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل وكذلك فيها الاقتصار في السياق المدح والثناء على نفي مماثلة الخالق للمخلوق ليس كمثله شيء أي ليس كمثل الخالق تبارك وتعالى شيء وكذلك فيها تقديم النفي على الإثبات مثل ما في لا إله إلا الله قدم النفي على الإثبات لأن النفي من قبيل التخلية والإثبات من قبيل التحلية والتخلية مقدمة كذلك فيها كثرة صفات الله فيها كثرة صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء أي أن له سبحانه وتعالى الصفات الكثيرة العديدة الواسعة فلا مثل له عز وجل في أسمائه وصفاته وفيها الحث على المراقبة فالله جل وعلا سميع بصير لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وفيها إبطال للشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل فالعبادة إنما هي للرب العظيم الخالق الجليل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن فوائد هذه الآية أن النفي في حق الله عز وجل وفي صفاته ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي فنفي المثلية فيه دليل على كمال الصفات الله وتفرد الرب سبحانه وتعالى بصفاته جل وعلا وفيها أيضا شاهد لقاعدة أهل السنة في الرد على المبطلة وهي أن القول في الصفات كالقول في بعض الصفات كالقول في بعض والقول في الصفات كالقول في الذات لأن صفات الله سبحانه وتعالى القول فيها واحد والباب فيها واحد والله سبحانه وتعالى لا مثيل له في شيء من صفاته وفيها دليل على انفراد الرب سبحانه وتعالى بالوحدانية فهو جل وعلا الأحد المتذرد بصفات الكمال ونعوت الجلال فليس له جل وعلا كفوا أحد وفيها أن الاشتراك في الإسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة والمسمى ففي الآية قال وهو السميع البصير وقال في آية أخرى وجعلنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا لكن ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر فالاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في الحقائق والمسميات وفيها إثبات صفات الله تبارك وتعالى الذاتية وقد ذكر في الآية منها السمع والبصر وفيها دلالة على أن باب الأسماء توقيفي فلا يخاض في شيء من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إلا بدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الفوائد التي تدل عليها هذه الآية الكريمة مما يؤكد ما ذكره العلامة الشنقيط رحمه الله تعالى لا أن فيها تعليما عظيما يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول موضوع الأسماء والصفات هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدنا جميعا علما وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لعلينا ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يبارك لنا جميعا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا اللهم معنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق لي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وأعنه على طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نبينا محمد اشهد الرمل شكرا